سلام عليكم بنتي عندها 14 سنة وإحنا دلوقتي في أجازة وبتقولي عاوز أعمل تان برونزي زي صاحبتها وأنا مش عارف أقول لها إيه طيب حضرتك قولي لها الكلام اللي هرد بيه دلوقتي على سؤالك الحقيقة الهوس بفكرة التان البرونزي ده في الفترة الأخيرة بقى حاجة كبيرة جدا جدا بقى فيه هوس فعلا يعني منية يعني باللغة الإنجليزية اللي هو الهوس وتحس إن الناس بأتعمل كده عشان لو إثبات إن إحنا كنا في مصيف إثبات إن أنا بلبس ميو مثلا إنتو فاهمين قصدي على فكرة أنا بتكلم بكل الأعمار أنا بتكلمش بس على الأطفال الصغرين أو المراهقين يعني فيه ناس كده بتبقى مركزة قوي إنه 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 أنا عايز لوني يتغير أنا عايز لوني يتغير ليه ليه بتعملوا كده فألوق يقول له عشان أما الناس هتعرف إن أنا صيفت إزاي أما الناس هتعرف إن أنا بلبس ميو إزاي أما الناس هتعرف إزاي إن أنا قعدت فترة طويلة وكأن ده يعني يعني شكل من أشكال الوجاهة الاجتماعية وشكل من أشكال التباهي وهكذا بالمناسبة يعني على الماشي برضو فيه حاجات كده الواحد بيشوفها إنه فيه سيدات وفتيات وبنات بالحقيقة بيحطوا كميات ميكب وهم عاديين في الشمس غريبة الشكل وعايز أقول لكم إن ده خطأ جدا على الجلد يعني أنا مش عارفهم بيعملوا كده ليه أنتوا أكيد عندكم أسباب يعني بس أنا بقول لكم آه إن كانت هذه الأسباب هي لا تساوي قدر الخطورة اللي أنتوا بتعرضوا لها بشرتكم لأنه مستحضرات التجميل لما بتتحطى على الوجه بالكسافة دي في درجات الحرارة دي في الشمس دي خطر جدا تمام؟ بشكل عام أنا بقيت أحس إن الناس في موضوع المصايف أو موضوع الحاجات دي بقى عندهم التركيز على التباهي أو الاستعراض أكتر من فكرة أو مفهوم الاستمتاع بالأجازة نفسها نرجع للسؤال الحقيقة أنا مش عارف بنت حضرتك هي بتقول عايز تعمل تان بس مش عارف هي عايز تعمل تان إزاي يعني بإزاي بإزاي يعني إنها تقضي وقت طويل في أشعة الشمس فلونها يتغير زي ما قلنا في أول سؤال في الحلقة ده لو مخاطر ضربة الشمس وجفاف الجلد وهكذا ولا هي عايزة تعمل تان عن طريق وسائل تانية هتكلم عنها دلوقتي حالة نهو ودي لها برضو مخاطر أكتر بكتير بقى من إن إحنا نقض في الشمس يعني كل الحاجات خطر بس في وسائل بيغيروا بيها اللون الجلد محاولة تغيير لون الجلد إلى اللون الداكن أو اللون البرونزي بيؤدي بشكل مباشر إيه لها قوللها بقى الشيخوخة المبكرة للجلد بعد شر عليكم كلكم بس لازم تعرفوا الحاجة اللي انتو عايزين تعملوها دي عشان الصور وعشان الفيديوهات وعشان الحاجات دي كلها خدوا بقى المخاطر الشيخوخة المبكرة للجلد تزايد فرص الإصابة بأنواع مختلفة من سرطنات الجلد إمكانية حدوث حروق في مناطق مختلفة من الجلد من الأثار السلبية برضو لمحاولة تغيير لون الجلد إلى اللون البرونزي حدوث تجعود الجلد يعني إن الجلد يكرمش ظهور الخطوط السودة عليه زيادة كسافة الطبقات الخارجية من الجلد يعني الجلد يدخن وظهور النمش وزي ما قلت لكم من شوية كل الطرق اللي السيدات والبنات والشباب بيعملوها علشان يدل نفسهم اللون البرونزي ده كل الطرق غلط وغير آمنة من فترة زمان يعني من فترة كده كانوا بيحطوا على الجسم مشروبات كحولية ويعودوا في الشمس عشان تتفاعل بقى على الجسم فيقوم يحصل اللون ده بعد كده ظهرت كريمات غلط برضو بعد كده ظهر مستحضرات سائلة لوشنز كده عبارة عن بعض التركيبات الكيميائية بعد كده بقى فيه استخدام لأنواع مختلفة من الزيوت زيوت كتير قوي بتستخدم في الموضوع ده منهم زيت جوز الهند بالمناسبة زيت جوز الهند مسلا مفيد للشعر لكن مضر للجلد مفيد للشعر لكن مضر جدا للجلد بعد كده ظهر بقى حقيقة يعني حاجة اسمها الكبائن أو الكبائن التسمير تبص لو يدخلوا في جهاز كده أو سلاير التسمير يعني خلاص وكمان ظهرت بعض أنواع لقراس يعني بياخدوا قراس زي الأدوية كده كل اللي أنا قلته دلوقتي مش أنا اللي بقول العالم كله العالم الطبي المحترم حذر منه وأعلن مخطره وأعراضه الجانبية الشديدة الميلانين يا جماعة اللي اتكلمنا عنه في بداية الحلقة اللي بيدي اللون لجلدنا مادة مهمة لجسم الإنسان وتصنعها داخل الجسم بيتم بقاليات معقدة جدا العملية دي اسمها ميلانوجينيسيز وهي عبارة عن حدوث عملية أكسادا لحمد أميني معين اسمه تايروسين بعدها بيحصل له حاجة اسمها بوليماريزيشن وحتى الميلانين اللي الجسم بيصنعه ده بيكون ثلاث أنواع يعني كلنا عندنا ثلاث أنواع من الميلانين حاجة اسمها إيو ميلانين فيو ميلانين نيورو ميلانين والخلل في إنتاج الميلانين بيؤدي لإيه حاجة اسمها الألبينو اللي هم أعداء الشمس ودول بيكونوا معرضين لأمراض كتير قوي مرض البركنسون عارفين اللوان الشلل الرعاش ده نتيجة خلل في إفراز الميلانين العصبي اللوان نيورو ميلانين البهاق وده بتبقى بقع بيضة كبيرة الحجم الكلف وده بيحصل أحيانا في الحمل وأحيانا في التعرض للشمس بدون وقاية وفي أبحاث دلوقتي بتثبت علاقة نقص الميلانين بضعف السمع أو حتى فقدانه يبقى المنطق إيه أنا ليه بقولت كده المنطق هو إن إحنا نسيب الجلد في حاله نحافظ على الجلد نحافظ على صبغة الميلانين مش إننا نضرها أو بالبلد كده نلعب فيها أو نلعب في التكوين الوظيفي لها هختم كلامي مع حضراتكم بنصايح للحفاظ على جلدنا بشكل عام يعني إحنا أولا نبعد عن التصرفات دي خلاص اللي اتعرض للجلد ده الخطر تاني حاجة الموضوع التان ده كلمنا فيه وموضوع مساحيق التجميل أو مستحضرات التجميل لازم نشرب مياه كتير في الصيف لازم نهتم بعلاج أي منطقة في الجلد فيها التهاب عشان المناطق دي ما تبقاش نوع الضعف لازم نبعد عن الأدوية أو أدوات التجميل أو الأطعمة أو الإكسسوارات الإكسسوارات اللي ممكن تسبب حساسية للجلد الملابس القطنية أو الكتان هم أكتر حاجة مناسبة للجلد وكمان نبعد عن استخدام المبيضات والكلور في الغسيل لأن ده ممكن يعمل حساسية للجلد وأخيرا نهتم بأن احنا نمد جسمنا بالمواد الغذائية اللي تحتوي على فيتامين ألف أو فيتامين إيه ترجمة نانسي قنقر